اهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج فلسطين هذا الأسبوع المجلس المركزي الفلسطيني يستعد لعقد اجتماع استثنائي للبحث في خيارات الفلسطينيين في المرحلة المقبلة ووحدة التحقيقات الاستقصائية في تلفزيون وطن تنتج تحقيقا جديدا بعنوان الأطفال يتلذذون بالكيموي ولكن قبل الخوض في التفاصيل نبدأ الحلقة بأبرز العنوية الجبهة الشعبية لوطن سنطالب بمحاسبة رئيس اللجنة التنفيذية على خلفية عدم تنفيذ قرارات المركز الأخيرة بهدف تصفية قضية اللاجئين واشنطن تعمق أزمة وكالة الأنر والمالية تحقيق استقصائي لوطن أطفال يتلذذون بالكيموي احتفلوا بالميلاد في بيت لحم على وقع تظاهر ضد ثيوفلوس أهلا بكم من جديد الرابع عشر من الشهر الجاري من المقرر أن يعقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعا استثنائيا له في مدينة رام الله إلى التفاصيل الرابع عشر من الشهر الجاري من المقرر أن يعقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعا استثنائيا له في مدينة رام الله ملفات عديدة ستطرح على طاولة المجلس تتعلق بمستقبل السلطة والعلاقة مع الاحتلال إلى جانب تدويل القضية الفلسطينية مطروح أمام مجلس المركزي الفلسطيني مهمة عديدة وتوصيات أيضا عديدة لابد من اتخاذ قرارات في إزائها الأمر الأول وهو كيفية مواجهة هذا القرار الأمريكي العدواني والإجرام ضد الشعب الفلسطيني وكيفية مواجهة سياسات الاحتلال العدوانية والإجرامية التي تستفيد من هذا الجو الذي منحته الإدارة الأمريكية لمحاولة أيضا تصعيد هذا العدوان بشكل مسبوق الأمر الثاني وهو التأكيد على أن لا وجود لأي دور أمريكي في سياق أي عملية سياسية في المنطقة والأمر الثالث وهو كيفية التخلص من كل الاتفاقات مع الاحتلال سواء الأمنية أو التصادية أو السياسية في إطار الاتفاق أصله وفي الوقت الذي وجهت فيه الدعوات لمشاركة كافة الأطياف السياسية في اجتماع المركزي بما فيها دعوات لحركتي حماس والجهاد الإسلامي فقد أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على أنها ستطالب بمحاسبة رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية على خلفية عدم تنفيذ قرارات المجلس المركزي الأخيرة السؤال الأول الذي ستطرح الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لماذا لم تنفذ قرارات المجلس المركزي السابقة؟ لماذا لم تجتمع منظمات تحرير؟ ومن يتحمل ذلك وسنطالب بمحاسبة رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لما يشكل من خطر على منظمة التحرير نفسه وعلى الحقوق والقرارات الوطنية المتخذة في المؤسسات الوطنية وكان آخر اجتماع للمجلس المركزي لمنظمة التحرير عقد في أذار 2015 وقرر المشاركون فيه أنذاك وقف التنصيق الأمني مع سلطات الاحتلال في ضوء عدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين وتكليف اللجنة التنفيذية بمتابعة هذا الأمر وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا اليوم في الستيديو منصق القوى الوطنية في محافظة رمالة والبيرة الأستاذ عصام بكر أهلا بك أستاذ عصام أهلا بكم مساء الخير نتحدث عن هذا الاجتماع للمجلس المركزي ما هي أبرز ملامح هذا الاجتماع وإلى ماذا سيتطرق هذا الاجتماع برأيي هو اجتماع مفصلي ومهم ينطوي على أهمية كبيرة نظرا للتحديات الماثلة التي تواجه القضية الوطنية لشعبنا لا سيما انسداد الأفق السياسي بشكل كامل وأغلاق ملف أي تسوية مستقبليا بفعل الإجراءات التي تقوم بها دولة الاحتلال على الأرض والتي تتوجت بإعلان ترامب السادس السابع من الشهر الماضي بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي الذي نسف أي إمكانية للعودة إلى المفاوضات ووضع الولايات المتحدة من الشريك غير النزيح إلى الشريك الكامل في العدوان المفتوح على الشعب الفلسطيني وتصفية حقوقه الوطنية هناك ثلاث تحديات ماثلة أمام المجلس الوطني المجلس المركزي لمنظمة التحرير في دورته الثمانية وعشرين يومي الرابع عشر والخامس عشر من هذا الشهر التحدي الأول هو المصالحة الوطنية وإنجاز المصالحة بإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني وتوحيد الأطر والهيئات التابعة لمنظمة التحرير من أجل استعادة مكانة منظمة التحرير كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني والمسألة الثانية هي التحدي ما جاء فيه إعلان ترامب وما تقوم به من إجراءات دولة الاحتلال على الأرض من قوانين عنصرية ومن استهداف لبناء عشرات الألاف الوحدات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية وتكريس سياسة الأمر الواقع التحدي الثالث هو تقليص الأمور المالية والدعم المالي المقدم لوكالة تشغيل وغوث اللاجئين الفلسطينيين الأنروا والذي يهدف برأينا إلى تصفية القضية الوطنية هناك أسئلة صعبة ستكون على مام المجلس المركزي لمنظمة التحرير حول وضع استراتيجية وطنية جديدة وحول استشراف معالم المستقبل بناء على دراسة واقعية عميقة واستخلاص العبر من التجربة السابقة تجربة مصاري المفاوضات وإيجاد البدائل التي بإمكان الشعب الفلسطيني في ضوء التغييرات التي تشهدها المنطقة أن يجنب القضية الوطنية لشعبنا المزيد من الخسائر بل بالعكس ربما استغلال الظرف السياسي الناشئ منذ مطلع الشهر الماضي بإعلان ترامب والأجواء الدولية وإعادة بناء حركة التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني والعربي برغم كل الانشغالات العربية وتصديب الموقف الفلسطيني بحيث نذهب باتجاه إقرار استراتيجية وطنية فلسطينية مغايرة عما جرى سابقا بشكل كامل كل هذه الملفات التي تحكي عنها وهي ملفات كثير هامة على صعيد الساحة الفلسطينية برأيك المجلس المركز قادر أن يأخذ قرارات في هذه الملفات أم سيكون هناك مجرد نقاش للبحث في مستقبل هذه الملفات؟ لا أعتقد أنه سيكون أمام حسم للعديد من القرارات سيتم اتخاذ قرارات لها علاقة بسحب الاعتراف بدولة الاحتلال أنت تعلم هناك اعتراف بين منظمة التحرير وبين دولة الاحتلال الإسرائيلي الآن الاعتراف يجب أن يكون بين دولة فلسطين تحت الاحتلال في الضفة الغربية بما فيها الكدس وقطاع غزة وما بين إسرائيل إذا ما كان هناك اعتراف أيضا سيتم الحديث عن واتخاذ قرارات لها علاقة بأن الولايات المتحدة على مدار الإدارات المتعاقبة برأيي فقدت مصداقيتها منذ زمن طويل كراعي نزيه لأية عملية سلام بل هي شريك كامل في العدوان على الشعب الفلسطيني وهذا يتطلب أن يكون هناك إعادة للقضية الوطنية للشعب الفلسطيني إلى الأمم المتحدة من أجل تطبيق قراراتها وإنهاء الاحتلال أولا بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال ثانيا بالعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن جميع الأراضي الفلسطينية التي احتلت في العام 67 بما فيها في الكدس وهذا أيضا يتطلب خطوات جدية باتجاه توحيد الخطاب السياسي ولهذا أنا قلت في بداية الحديث أن كل المرتكز الأساسي في كل التحرك الفلسطيني المقبل هو ما ستتمخض عنه المصالحة الخطوات الجدية الملموسة لإعادة الوحدة الوطنية ورسم معالم النظام السياسي الفلسطيني والخطاب السياسي الفلسطيني القادم هو يتوقف على إنجاز الوحدة الوطنية وطي صفحة الانكساء في الحديث عن ملف المصالحة وجهت دعوات لحركتها حماس والجهاد الإسلام من أجل المشاركة في اجتماعات المجلس المركزي هل كان هناك أي رد أم لازلت الحركتان تبحثان في المشاركة؟ هناك ردود أولية لكن حتى الآن لا يوجد رد نهائي وقاطع نأمل أن يكون هناك إدراك لمستوى التحديات التي الماثل أمام شعبنا الفلسطيني من الإخوة في حماس وفي الجهاد وأن يكون هناك استعداد أعلى للمشاركة برأيي من أجل أن نرد على كل هذه الغطرسة والسياسات الإسرائيلية والأمريكية بوحدة صف وطني لا مجال الآن للتكتيكات هنا أو المواقف هناك نعتقد أن مستوى المسئولية الماثل أمامنا يتطلب أن يكون هناك شراكة حقيقية بين مختلف الفصائل ندرك تماما أن هناك ربما تحفظات على هذه المسألة وتلك لكن في النهاية في نهاية المطاف يجب أن يتم تغليب روح العمل المسؤول من أجل مواجهة السياسات الماثلة أمام شعبنا في الاجتماع الأخير للمجلس المركزي اتخذ عدة قرارات فيما يتعلق بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل في بحث خيرات الفلسطينيين لكن هذه القرارات لم تنفذ ما الذي تغير في هذا الاجتماع الذي سيعقد وهل تتوقع أن تنفذ هذه القرارات في حال كان هناك قرارات اجتماع المجلس المركزي في أذار 2015 حمل الكثير من القرارات حتى الآن لم يتم تنفيذ هذا صحيح أنا أعتقد أن الآن الذي تغير هو هناك كثير من المياه جرت منذ ذلك الحين حتى الآن وهذا يتطلب أن يكون هناك موقف فلسطيني أكثر صلابة لم تعد المسألة منذ إعلان ترامب وكأنه هذا إعلان يعني لا يحظى بالأهمية هذا إعلان بالإضافة لأنه بعيدا عن التوصفات باعتبار وعد بالفور جديد ولكن هذا يكرس واقع الاستيطان والاحتلال هناك قرارات ستتخذ في المستقبل لها علاقة بالاعتراف بضم الكتل الاستيطاني الكبرى بعز الأغوار بعز المنطقة السلفيت وخلق جيوب متناترة للكرة والمدن الفلسطينية الآن المطلوب بكل العمل الوطني الفلسطيني والحركة الوطنية يجب أن تجيب على السؤال كيف يمكن العمل خلال المرحلة المقبلة من خلال وحدة صف وطني ومن خلال موقف متفق عليه في إطار المجلس المركزي وهو هيئة وسيطة بين اللجنة التنفيذية وبين المجلس الوطني الفلسطيني وبالتالي هو بمثابة برلمان مصغر ويمكن أن يتخذ القرارات الترجمة الحقيقية لما جاء في 2015 وفي جلسة هذا المجلس خلال الأيام المقبلة هي التحديات الماثلة أمام شعبنا وضرورة أن يكون هناك ارتقاء لمستوى التحدي الماثل الذي تفرض حكومة الاحتلال الآن لا يمكن نحديث عن أي بصيص أمل لإمكانية تسوية لا يمكن الحديث في ظل الإجراءات الإسرائيلية عن العودة إلى طاولة المفاوضات وأي مفاوضات وعلى أي مفاوضات يمكن أن يتم العودة الآن إسرائيل نسفت أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية أنا برأيي انتقلت إسرائيل من دور البحث عن تسوية إلى تصفية القضية الوطنية للشعب الفلسطيني من مرحلة التسوية إلى مرحلة التصفية الكاملة للحقوق الوطنية لشعبنا هذا يتطلب ردا من قبل هذه المؤسسات وهي من أعلى مؤسسات الشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا وهذا ينقلنا إلى ضرورة أن يكون هناك زخم في الحراك السياسي وتكامل للعمل على المستوى الميداني في إطلاق المقاومة الشعبية بكل أشكالها رفضا للاحتلال تتكامل مع تحرك سياسي ودبلوماسي فاعل من أجل إعادة القضية الوطنية لشعبنا من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لم يعد مسألة التفاوض قائمة الآن أسلو سيتم تجاوزه والتنسيق الأمني سيتم تجاوزه بإعلان فلسطين دولة تحت الاحتلال ومطالبة العالم بالاعتراف بدولة فلسطين ماذا يعني دولة فلسطين تحت الاحتلال؟ يعني نوضح للمشاهد ماذا يعني أن نتحدث بأن الآن دولة فلسطين تحت الاحتلال وليس وأن السلطة الفلسطينية يعني كيف التعامل مع هذا الملاك؟ هذا سؤال في غاية الأهمية دولة تحت الاحتلال بمعنى أن السلطة الفلسطينية لم تعد قائمة بالمعنى الإجرائي وأن فلسطين تحولت إلى دولة لن نقوم بهدم السلطة كما يريد الاحتلال لتأتي إسرائيل كمكارة القيادة وتستلم مقاليد الحكم في الصحة وفي التعليم وفي الخدمات وغيرها ولكن الشعب الفلسطيني الآن أصبح دولة معترف فيها من قبل 138 دولة على هذه الدول أن تمارس دورها الدولي في الاعتراف بهذه الدولة الآن المكان القانوني للأراضي الفلسطينية لا تكون سلطة حكم ذاتي وهذا تجاوز لأسلو تكون دولة ولكن هي محتلة وعلى المجتمع الدولي إنهاء الاحتلال عنها وتحمل المسؤولية لأسيما الأمم المتحدة ومؤسساتها في أولا معاقبة إسرائيل على جرائمها بالاندمام إلى المواثيك والاتفاقات الدولية التي تمكنها من محاسبة دولة الاحتلال على جرائمها إحالة ملف الجرائم الإسرائيلية بما فيها الاستيطان وبما فيها تجاهل الأسرة وعمليات القتل اليومي هناك مائتين وتسعة مواطنين كتلوا مؤخرا وإسرائيل اعترفت بإعدامهم خارج القانون هذا لا يحتمل التأخير وعلينا إعادة القضية الوطنية لشعبنا للأمم المتحدة من أجل محاسبة ومن أجل تجريم دولة الاحتلال على ما تكون به نعم أستاذ عصامي أرجو أن تبقى معنا سنناقش ملفا آخر تسارع الإدارة الأمريكية خطواتها الرامية للضغط على الفلسطينيين بعد رفضهم لقرارها بشأن القدس كان آخر هذه الخطوات تجميد تحويل 125 مليون دولار لخزينة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا إلى التفاصيل تسارع الإدارة الأمريكية خطواتها الرامية للضغط على الفلسطينيين بعد رفضهم لقرارها بشأن القدس خطوات كان آخرها تجميد تحويل 125 مليون دولار لخزينة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا هذا الأمر ينذر بحالة من الفوضى وزيادة في معاناة اللاجئين الفلسطينيين بدلا من أن يكون هناك إحقاق لحقوقهم وتنفيذ للقرار 194 بحق عودة اللاجئين إلى ديارهم نرى أن اللاجئ الذي هو ضحية للنكبة ولموارسات الإسرائيلية يعاقب أيضا من جديد من قبل الإدارة الأمريكية التي ترفع شعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان وما شهبه ذلك تقليص المساعدات وإن لم تبلغ بها الوكالة رسميا حسب بيان صادر عنها يهدد استمرار الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية التي تقدمها لنحو ستة ملايين لاجئ في الداخل والشتات الأمر مفهوم وأمر كبير على الشعب الفلسطيني لإنهاء قضية اللاجئين والتأمر على الشعب الفلسطيني على قضيته أخذ كل فلسطين كامل يعني بدأت تروح قضية فلسطين في هذه الحالة قضية اللاجئين بدأت تروح يعني راحة الكدس وراحة اللاجئين يعني مش ضالي شيء مليارات العرب محدد كاين فيهم شيء طبعا لازم العرب تدعمناه من نجد ياطينا إذا المساعدات منه من نجد شيء إجراءات تصعيدية يهدد اللاجئون بالقيام بها في الأيام المقبلة رفضا لقرار تجميد المساعدات الهادف لتصفية قضيتهم كما يقولون هذا قرار مستنقر ومرفوض وعيب في حق هذه الدولة الكبيرة التي تدعى الدموقراطية يعني نحن بصدد علاقة اجتماع غدا لمخيمات الضفة الغربية وقمنا بالتنصيق مع مخيمات غزة ومخيمات الشتات من أجل اتخاذ موقف موحد تجاه هذا القرار الجائر وسنقوم باتخاذ قطوات تعملية على أرض الواقع إن تم تبرير هذا القرار على شعبنا هذا قرار خطير جدا يمس احتياجات الناس الوضع في المخيمات أصلا سيء وصعب جدا وتساهم الولايات المتحدة ب364 مليون دولار من موازنة الأونروا البالغة نحو 874 مليون دولار سنويا ما يعني أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين مقبلة على أكبر أزمة تشهدها منذ تأسيسها عام 1949 استهداف اللاجئين من خلال وقف المساعدات المقدمة للأونروا تأتي ضمن سلسلة عقوبات متدحرجة تهدد الولايات المتحدة الأمريكية بفرضها على الفلسطينيين من أجل القبول بصفقة القرن صفقة يؤكد الفلسطينيون أنها لن تمر مهما كانت النتائج حمز السلامي تلفزيون وطن من داخل مخيم الجلزون شمال روم الله أهلا بكم من جديد أستاذ عصامي الإدارة الأمريكية وكأنها بشكل واضح تستهدف الملفات الهامة في القضية الفلسطينية بدأت في ملف القدس الآن ملف اللاجئين وتقليص مخصصاتها للأونروا إلى ماذا تهدف الإدارة الأمريكية من وراء هذه الخطوات؟ هذا اتفاق ما بين حكومة اليمين الأكثر تطرفا في إسرائيل والإدارة الأمريكية الحالية من أجل تصفية القضية قضية اللاجئين برمتها وتحويل الملف اللاجئين إلى ملف فردي إلى ملف انتقائي هنا وهناك وبعيدا عن حق اللاجئين التاريخي وهذا تطور خطير الولايات المتحدة تسعى بالتدريج كما أعلنت وهذا ليس مجال للتحليل هي أعلنت أنها ستقوم بالتدريج بفحص إمكانية تقليص الالتزامات الأمريكية المالية تجاه الأونروا ووكالة الغوت والوكالات الأخرى في سبيل القضاء والإنهاء حق اللاجئين في العودة هذا صميم القضية الوطنية لشعبنا الفلسطيني الذي هجر من دياره وهذا مس خطير في القوانين وتجاوز فض للقوانين والأعراف الدولية والإدارة الأمريكية كما قلت تتمهى ويتطابق الموقف الإسرائيلي والأمريكي باتجاه إنهاء هذه القضية هل تتخوفون في القوى الوطنية من أن يكون هناك أيضا خطة أمريكية لتوطين اللاجئين الفلسطينيين خارج فلسطين في إطار ما يسمى اليوم وبات معروفا بصفقة القرن بالتأكيد هذا جزء من صفقة القرن صفقة العصر الولايات المتحدة تحاول كما قلت إيجاد حلول فردية توطين اللاجئين هنا وهناك وتعويضهم ببعض المسائل المالية على نطاق محدود هذا انتقاس خطير حق العودة هو حق تكفل القوانين الدولية وفق القرار 194 نحن لم نفوض الولايات المتحدة للتفاوض عن 7 مليون لاجئ في العالم والولايات المتحدة تتحمل المسئولية عن هيار الوكالة حالة الفوضى التي ستسود في الشرق الأوسط جراء هذا القرار هو سيكون له انعكاسات خطيرة حتى عن المصالح الأمريكية نفسها وهذا سيهدد المصالح وتطلعات الولايات المتحدة في هذه المنطقة حق العودة هو ثابت فلسطيني وهو لب وصميم القضية الوطنية للشعب الفلسطيني لا تنازل عنه حق العودة إلى الديار التي شرد منها أبناء شعبنا لا يسقط بالتقادم ولم نفوض أحدا للتفاوض باسمنا عليه نعم منصق القوى الوطنية في محافظة رمالة والبيرال السادة عسام بكر شكرا لك على هذه المشاركة شكرا جزيلا لكم اشتركوا في القناة